السلام عليكم من البداية حابب اقول انه سنة 2022 الى الان ممتعة جدا من ناحية المسلسلات مرلي الان تقريبا ثلاثة شهور ونص من السنة وانا مستمتع جدا بكمية المسلسلات الجيدة تقريبا خمسة مسلسلات الان كانت رائعة وعشان ضيق الوقت كان لازم اختار على الاقل واحد منهم اني اتكلم عليه باسهاب اكثر ووقع اختياري على هذا المسلسل فكرة المسلسل يا اخوان كأنها حلقة من حلقات black mirror خيال علمي مستقبلي سوداوي بدراما حقيقية واقعية القصة ببساطة عبارة عن تكنولوجيا تقدر انها تشطر الدماغ لنصفين تخيل معايا وجود تقنية تخلي عندك ذاكرتين منفصلتين الداكرة الاولى ما تتفعل غير داخل مقر العمل اللي انت تشتغل فيه والداكرة التانية تشتغل خارج مقر العمل وعشان اوضح اكتر ببساطة وانت داخل العمل في مقر العمل على مكتبك ما تعرف اي حاجة عن نفسك الخارجية لا بيتك ولا اهلك ولا عائلتك ولا طموحاتك ولا هواياتك الشيء الوحيد اللي تعرفه هو عملك وولاءك التام للشركة على النقيض وانت خارج العمل ما تعرف اي حاجة عن الشركة اللي انت تشتغل فيها او نشاط الامل تعرف بس اسمها ما تعرف نشاطها ما تعرف عملك تحديدا ولا من زملائك ولا من رؤسائك ولا اي شيء الداكرتين منفصلتين تماما فالسؤال اللي يطرح نفسه هنا ليش وجود هذه التقنية اصلا مين بيستفيد منها ايش نشاط العمل ايش نشاط الشركة اللي يستدعي هذا المستوى من السرية من ناحية ثانية انا متأكد انه كثير من الناس وهم بيسمعوني اديكم القصة عن هذه التكنولوجيا اول فكرة جات في دماغه مثلا واو هذا الشي رهيب اقدر اعيش حياتي الخارجية من غير ما اشيل هم العمل لانه انت موجود في البيت ما تفتكر اي شيء عن العمل ما تفتكر الضغوطات اللي جاية منه المشاكل اللي صادر منه كل اللي تفتكره انه بيجيك راتب نهاية كل شهر كل يوم وانت موجود في البيت ما بتعمل اي شيء غير انك ترتاح في الساعات خارج دوام الشركة لكن هذا جزء واحد من الذاكرتين هذا الجزء الايجابي من الذاكرة الاولى اللي بتتفعل خارج مقر الشركة واللي عايش حياتها بعيدا على العمل فكر الان في الذاكرة الثانية المحبوسة داخل العمل هذه الذاكرة واللي هي عبارة عن نفسك انت اللي موجودة داخل العمل ما تعرف اي شيء غير مقر العمل يوميا ما بيعيش غير داخل العمل انت مستوعب عبودية مطلقة للعمل ولرؤساء العمل شيء موحش شيء مظلم جدا وهذا الرهيب في المسلسل انه بيورينا لأي درجة هذا الجانب مظلم جدا من شطرة الذاكرة ورهيب احنا بنشوف عملية التنقل بين الذاكرتين بطريقة ولا اجمل تصويريا وتمثيليا فجوانب القوة في العمل يا اخوان متناثرة في كل الارجاء بداية من القصة الغامضة مرورا بالاحداث المشوقة اللي تبدأ تنكشف معانا بعض الجوانب الجوهرية في القصة ومن الجوانب الجميلة كمان في المسلسل هو التعدد الشخصيات ورانا الشخصيات مختلفة جدا عن بعض احنا تقريبا بنعيش مع فريق عمل واحد هذا الشركة كبيرة فيها كثير من الاقسام وفيها كثير من الفرق لكن حنعيش مع فريق واحد في شخصيات متعددة بشخصيات مختلفة فبنشوف شخصيات عندها ولاء تام للشركة وشخصيات ثانية عندها نزعة ثورية ضد الشركة وكل ما تمثله هذه الشركة وشخصيات تتأرجح بين المثالية والكوميدية وبعيدا عن الفريق اللي بنعيش معاه بنشوف المسؤولين على هذا الفريق بنشوف الجانب الاداري المليء بالشخصيات الصارمة والقوية انت بتبدأ المسلسل في وسط هذا الفريق في وسط مقر الشركة وما عندك اي فكرة وهذا الجانب الرهيب الجميل جدا في القصة انه الاحداث بتفرد وبتتبسط امامك وصولا لحلقة الاخيرة واللي معاها احنا الى الان ما نعرف كل حاجة صايرة لكن الاشياء البسيطة اللي انكشفت كفيلة انها تزيد الفضول اكثر واكثر مع فريق العمل مع الشركة والعالم ككل وبعيدا عن الشخصيات والقصة طريقة التصوير في المسلسل كانت اقرب للمثالية عارفين ليش؟ لنوصلني لابعد درجة احساس الخنقة احساس الملل والطفش احساسي احساس السجناء في السجن على رغم ان احنا مع موظفين في مقر شركة وطريقة الديكور كمان كانت مميزة فيها طابع من الستينات او السبعينات كأنه رجعنا بالزمن حتى الكمبيوترات اللي بيستخدموها كمبيوترات قديمة قرر العمل يا رجل موحش لابعد درجة كله اسياب متصلة ما عندنا اي نور اي شباك مطلع لعالم الخارجي كلها مغلقة وموحشة بنشوف طريقة تعامل الرؤساء مع الموظفين كأنه عبارة كيننا موجودين داخل مدرسة والرؤساء عبارة عن المدرسين وفريق العمل عبارة عن طلاب صغار في السن فيه استعلاء فيه طريقة فوقية يا رجل حتى لما يعدوهم بالمكافآت والمحفزات المكافآت عبارة عن اشياء بسيطة بيعدوهم بوافل عبارة عن وجبات من الحلقة تعجبني جدا الاعمال اللي تقدر تسلط الضوء بعمق واضح على سيكولوجية الشخصيات في هذا العمل وفي نفس الوقت بتعكس لنا الحياة الواقعية هو بيتكلم عن مقر خيالي عن شركة خيالية عن تكنولوجيا خيالية لكن نوعا ما هو عبارة عن مرآة لحياة الحقيقية للكثير من الأشخاص اللي بيشتغلوا في مكان وهما مو راضين على الشي ده بيشتغلوا في مكان موحش ممل ثمانية ساعات في اليوم ضايع منهم تماما وهو معالف ليش حتى الموسيقى في المسلسل عجبتني جدا على الرغم من تكرارها نفس الموسيقى حد بداية المسلسل هي نفس الموسيقى عن نهاية المسلسل هي نفس الموسيقى المستخدمة كخلفية أثناء الأحداث في المسلسل لكنها دائما كانت ممتعة وعلى سيرة الموسيقى وبداية المسلسل المقدمة من أجمل المقدمات الموسيقية اللي شفتها في المسلسل من فترة طويلة ما أفتكر أني قدمتها أبداً دائماً بتفرج عليها شكلياً وبصرياً كانت رائعة بتسلط الضوء على الكثير من الأحداث اللي بنشوفها بطريقة مميزة ومبتكرة أظن واضح لأي درجة المسلسل عجبني في كل الجوانب كان رائع من قصة من تمثيل من موسيقى من تصوير من ديكورات وخلافه لكن مشكلتي الوحيدة في هذا المسلسل هو أنه في المنتصف المسلسل مكون من تسع حلقات ثلاثة حلقات في الأولى بالنسبة لي كانت ممتازة ثلاثة حلقات الأخيرة كانت رهيبة الثلاثة الحلقات اللي في المنتصف وصلت لمرحلة كنت على شفة حفرة مني أوقف المتابعة لا تفهمني غلط المسلسل ممتع في كل حلقة في سبب يجبرك أنك تروح للحلقة اللي بعدها دائماً كل حلقة بتنتهي بكليف هانجر بعضها قوي وبعضها أضعف بس دائماً في سبب للمتابعة لكن الثلاثة الحلقات اللي في المنتصف تحديداً كانت أقل من البقية وأنا أرى كم من الممكن دمجها في حلقة واحدة الجدير بالذكر أن المسلسل من تسع حلقات ستة حلقات منها والأفضل كانت من إخراج بن ستيلر هذا الممثل الموهوب جداً المعروف بالأدوار الكوميدية هو كمان مخرج أخرج العديد من الأفلام والرهيبة جداً لكن في هذا الفيلم أو في هذا المسلسل تحديداً بيورينا القدرة البراعة الرهيبة في سرد الأحداث بغموط وتشويق رائع نهاية الموسم يا أخواني شقول نهاية عظيمة نهاية قوية كلف هانجر ولا أرواح من زمان ما مريت بمسلسل أو بموسم يقدر يخليني منتظر بهذه اللحفة للموسم القادم مسلسل جميل بداية رائعة وموسم ولا أجمل وتقييم للموسم الأول هو 9 من 10 لكن ما أخفيكم أنا خايف أغلب المسلسلات اللي تبدأ بهذه القوة ويكون فيها هذا الجانب الكبير جداً من الغموض ينتهي لحال إنها تضعف مع الوقت أتمنى جداً إن القصة ما تميل للضعف بشكل أكبر وعامل السر هنا إنه ينتهي في أسرع وقت لو انتهى في الموسم الثاني عنده فرصة نجاح كبيرة لكن لو طمعوا وزودوا عدد المواسم بكل تأكيد حيضاً حتى أتكلم الآن على جوانب الحرق في قصة المسلسل فلما شفت الموسم للآن وقف هنا مع نهاية الموسم الأول يمكن أهم الأحداث نكتشف أنه هذه الشركة اللي اسمها لومن كان بيتواجه مصاعب مع العالم الخارجي حتى إنه في عدة ولايات موجودة في أمريكا وقفت نشاطات هذه الشركة هذا الشيء اللي خلى بنت الرئيس التنفيذي تمر بعملية شطرة دماغ وتبدأ تشتغل في لومن والمفاجأة كانت إنه هي هيلي هذا الشيء يبرر ليش كان فيه اهتمام كبير بهذه الشخصية وإنها ما تخرج وبيبرر كمان ليش كانوا دائماً بيصوروها عشان يورروا العالم الخارجي كيف إنها مبسوطة في الداخل بناحية ثانية نكتشف أنه مارك ما دقل هذا المجال أو ما دقل عملية الشطر غير أنه وفاة مرته وفقدان مرته كان يبغي يجرب أي شيء على الأقل لثمانية ساعات في اليوم ما يفكر فيها وهذا اللي خلى يدخل الشركة أساساً والمفاجأة أنه مرته ما ماتت وأنه مرته الآن تشتغل في لومن وهي اللي اسمها قابي فالسؤال اللي يطرح نفسه هل لومن خطفوا قابي؟ إيش اللي خلاها موجودة هناك؟ وليش بيضحكوا على الشخصية أصلاً؟ لكن يمكن من أجمل الأشياء اللي عجبتني كيف إنه مارك هذه الشخصية المثالية اللي كان عندها ولاء تام للشركة كيف يتحول من هذا الولاء لشخصية مطلبة لشخصية ثورية والسبب كان كتاب لو كان في العالم العادي يعتبر كتاب تافع فيه كلام عبارة عن أبجديات عبارة عن كلام لكل عارفه لكن زي ما قلت داخل مقر هذا العمل الشخصيات عبارة عن أطفال تفكيرهم وعلاقتهم مع رؤسائهم كأنهم أطفال بيتعاملوا مع كبار في السن ما عندهم القدرة على التفكير العميق فأي كتاب سطحي لهذه الدرجة بالنسبة لهم يعتبر كتاب عميق وكان كافي إنه يغير شخصيتنا من الولاء التام للتشكيك والعدو الأول في سيكولوجية الجماهير تجاه الولاء التام هو زرع الشك ولو بدرة صغيرة وهذا الكتاب كان بداية هذا الشك وكان البذرة اللي قلب الشخصية يمكن أهم سؤال بالنسبة للآن إيش طبيعة العمل اللي بيسوه إلى الآن ما نحن عارفين ليش السرية هذه إيش الأرقان دي اللي بيقولوها من مكان لتاني هذا السر اللي أتمنى يسلط الضوء عليه بسرعة في بداية الموسم الثاني مع النهاية بنشوف أنه مارك نوعا ما فضح الشركة لأخته فالآن عندنا أحد في الخارج يقدر إنه يسلط الضوء على مشاكل الشركة هيلي نفسها كانت واقفة أمام كل الناس اللي موجودين عن مقر الشركة وبتحاول تفضح الشركة لكن واضح إنه أول ما ترجع لها الذاكرة حيمشي الموضوع على إنها تمثيلية إنه بيحاول تضحك عليهم وحتمر بالساهل فالأخت أخت مارك هي السبيل الآن لكشف الشركة وصوصا إنه آخر حاجة قل لها ما أفتكر إنه قال قابي قل لها ما زالت حية أتمنى إنها تفهم إنه قصده على مرته لو نفتكر مع بعض شي بسيط إنه الخريطة اللي لقاها واللي تمت سليمها لمارك كان فيه مكان موجود فيه إنه فيه ناس عايشين داخل مقر الشركة وقابي هذه مرت مارك ما قد شفناها خارج الشركة فمن الممكن إن هي من الأشخاص اللي بيشتغلوا داخل لومن لكنهم ما بيخرجوا مزير رئيسة مثلا قصة مليانة غموط قصة مليانة شويق أنا مبسوط جدا جدا بالمستوى الإخراجي بالمستوى القصصي وأتمنى يكمل عليه في الموسمة الثانية شاركوني في التعليقات أهم اللحظات وأجمل الصدمات اللي عشتوها في المسلسل كان معاكم ماهر ونصلش بكم إن شاء الله حلقة جاية